قول لي سنة كام دخلت جزيرتاي تيران وسنفير وكات الظروف احنا اولا بنشكر في سيادتك وهيئة القناة كلها بالكامل بضع تحريطي لسيادة رئيس ربنا دي فوق العمر وقوي على مشهوره لان رجل ده صادق حقيقة رجل عسكري امين وصادق وبشكر قوات مسلحة بيت كامل لندول اهلي انت تربيت في قوات مسلحة من ام باشا لطلعت ملازم اول وخدمت في جميع الجبهات عدت كم سنة في القوات المسلحة عدت 27 سنة ان شاء الله تمام دخلت امتى الجزيرتين انا دخلت من الجزيرة في سنة خمسين تمام جاءت تعليمات السيادة الرئيس اللي ارحمه جمال عبد الناصر بلب مجموعة من الحضور راحوا مكلفيننا طلعنا من التدريب كنا في المجالس تتخرجنا طلعنا من التدريب انا امثل بس هو سنة خمسين كان الملك فاروق ايو كان ملك فاروق ملك مصر والسودان بزار كنت ساعتها في الجيش برده كنت في الجيش كنت صغيرة لسه بتاع 14 سنة تمام فدخلنا خارجنا المدرسة اه انا استاذنك بس هاتلي المكاتيح دي انهو وهنبدالك و انت ماشي السنوية العامة سيادتك اه المدرسة خليل اغا اه خليل اغا تمام كنت سنة تانية اللي هي بتسموه على تمام التوجهية صح؟ تلتكت الباكالورية اه هي دي كان اسمات توجهية او تلتك الباكالورية اللي هيتعادل سنوية عامة اللي هيتعادل سنوية عامة تمام فاحنا اتخربنا ستك وقال لنا يا جماعة كنتوا منتدبين تطلعوا تروحوا ايه تعودوا في التيران وسنافير روحنا اللي بتودينا كانت مركب تجاري اسمها عيدة دي كانت متعاهدة انها تنقل الافراد منين؟ منين؟ كنا بتقولوكم منين؟ كم الشركة بتقوم من السويس نتجمع احنا في السويس وتاخدنا من السويس اول مجموعة بتنزلها شرم الشيخ وسنافير اكترام مع بعض مع بعض اه انت كنت تروحك كمجند؟ لا متطوع كمتطوع ما انا فاهم يعني يعني الجيش بيؤديك هناك اه تخدم في هذه المنطقة اه عشان انا اتعاوم مع زميلي اللي في شرم الشيخ عشان مرائبة حركة الملح تمام ما كانش في الوقت ده اي تحركات يعني كانت المنطقة كلها هدية مم ما كانش فيها مشاكل تمام الجزيرتين دول شتك الممر كده كان عندك كم سنة ساعتك؟ كان عندي حوالي اربعة واشر وشوية او خمس تاشر خمس تاشر سنة اه طوعت من سنة وقال انك اتطوعنا عشان حرب في فلسطين اه اوكي تمام يعني انك اتطوعت في حرب فلسطين عشان في حرب فلسطين تمام وطلعت كمتطوع بدرجة امباشا ليه جزير التيران كان لوحدك ولا معاك مجموعة لا كان معايا تمام افراد تمانية هل منهم على قيد الحياة حد؟ لا ما اعتقش ما تعتقش ربنا يديك الساعة الله يخليك